السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حكم شباب صبا يرجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة مود البناء أو مود المقاولات تماما بما أنه صوتنا وصوتوا كلكم عن هذا المود وأنا صراحة من لما شفت الأصوات وكثير الناس عبتطلبوا من التعليقات عن الهاديث هذا فبركت عبا جربوا فصالي يومين عم بجربوا فأتمنى أتمنى أتمنى أنكم تقدروا هذا التعب اللي أنا عم بعمله وعن بلعب وعن بجرب حتى أحاول أنه أفهم اللعبة بشكل كامل شون صايرة هون وأفهمكم إياها بكل بساطة فأتمنى أنك تحطي لي لايك لأنه هذا الشيء جدا سيساعدني ويحمسني هاي أولا ثانيا ونقطة المهمة جدا حاول أنك تشوف الفيديو لمدة أطول مدة ممكنة إذا ما تقدر اكتب لي التعليقات وين أنت عبتوصل أو ليش يشويش سبب اللعب خليك تطفش من الفيديو في نهايته أو في نصفه أو في معدل معين تماما وهلا خيرا نبدأ أشرح لكم ماذا نعمل بالمابل الجديد بداية مثل ما تروني أنا ماي 10 مليون ليش لأنه هذا المود فيه كثير مكينات رح تختلف طريقة البناء رح تختلف ومثل ما تروني أنا طالع في مكان مختلف عن ماكنات هنا دايما نطلع فيه فأول شي المود هذا اللي حتى تحمله موجود بصندوق الوصف محمل قبل بس فيه مود مهم لازم أنت تحمله معهم الاسم هو غلوبال كومباني مش رح تلكم علي قبل المرة نزلت لكم يا المهم لازم يعني عندك هذا المود مديل ملكون شايفينه قدامكم هذا مود المصانع فهون عم بورجيني كل مصناعش عندي كل شغلة إش بدي أعملها بس ولكن بعد ما جربت وبحست كتير فهلا أول إش مطلوب مني رح أعمله اللي هو رح أروح أزرع في مكان في نبتة معينة لازم أزرعها لأن هاي النبتة رح نحتاجها بشكل جدا كبير فلازم نزرعها ونجهزها بالأرض وبنفس الوقت رح اشتري أراضي شوي كبيرة أو مربعات أو يعني أراضي رح تساعدني وأشتري معدات لأني جبت معي مصاري رح اشتري معدات حتى يساعدني كل هذا في عملية تنمية الأرض أو تسريع يعني تسريع توفير الموارد لأنه رح نبني كتير مصانع حتى نوفر للماكينات حتى تشتغل حتى تشوفوا أنتم بالمستقبل شنون رح نطع لحجر ونفرموا نسوي تراب بعدين نسوي بحث بعدين نسوي تراب بعدين رح نحول لشامنتو بعدين كيف أنتم نستخدموا لموارد بناء فموضوع جدا طويل فما بدي أن ندخلكم بالنص مباشر وفورا أنتم تضيعوا فإذا قلت مش يكون مرحلة مرحلة تمام حتى هون رح نتعلم ننبي سابقا معلم تكون شنون نشتغل بالسجر ونقص السجر لأنه كتير معزب بس ولكن هون رح نحتاج للسجر للشجر الغصن الجزء الكامل ورح نحتاج للخشب المفروم تبعها وبعدين رح نحولوا لطبالي اللي مثل هادئور رح نسوي لكم إياهن يعني حتى شوفوا هاي بتوين شاء المائي شايفين شلون المهم فكل هذا اللي حكي رح نشحلكم إياه ونعلمكم إياه هلا بداية أنا رح أروح على الشوط طبعا هاي في نقطة مهمة ذكرتها في تقريبا مثل ما لكم شايفين أدامكم على الشاشة وقت المشاهدين من المشتركين سبعو سبعين بالمية من اللعب شوفوا الفيديوهات من هون مشتركين بالقناة والباقي كلهم يعني ثلاثين بالمية أو وقال من ثلاثين أو عشرين بالمية 22 بالمية هن المشتركين والباقي غير مشتركين فأتمنى أنكم تعملوا الاشتراك يعني والله يعني صار دخلنا بالسنة جديدة ولحد الآن ما وصلت إلى 4000 لك لحد الآن صلي تقريبا شهر كامل على 4860 يا والله يعني بجد تشتركوا والله ما رح يكلفكم اشيء بس يعني ايك تحمسوني بيعرف انه فينا سعب تشوفني فأول شي رح نبلش خليل نبلش نشتري الموادات أول شي رح نستخدم سيارات الشحن ما رح استخدم تركتورات أبدا أو هاي شفت الشحن أنا كثير عجبتني و رح حطو لكم وضهب الملف الاكسل لتقدروا تحملهم اللي هي هاي الشحن ليش؟ لأنه اكتفها كثير سريع وفيها كثير ميزات شفتها انه بصير مثل التركتور تماما بس انه التركتور من قدام يتركب له رافعة فيما يتركب له رافعة ولا كل شي بصير مثل التركتور تماما شوفها اللي هاي مركب له هي من ورا هي الواجهة شوفوا شوفوا الواجهة شايفين هي الواجهة هيك الواجهة بنظبطها طبعا هيك بنقدر بنحط هاي تماما وهاي تماما فرح نعمل باي هاي اول سيارة تمام رح اشتري انا احتاج اكتر من سيارة فلذلك رح ااخد لون فنعمل باي برضو تماما هيصار عنا سيارتين اشترينا رح نشتري لهم تريلات هل رح ناخد تريلة مي لان رح نحتاج لها تريلة المي بشكل جدا كبير بالوقت الحالي بالبضاء رح نحتاج لها تريلة مي او ممكن جوز انت ما تحتاج للشغلات اللي انا بشتريها هلأ ورح نحتاج ايضا لعاها رافعة بشان تساعدني في نقل المعدات اسرع بشان ما اقضل اعزل بساعتين اروح واجي اروح واجي والهية هاي وطبعا هذا المدرح كمان احطي لكم يا صندوق الوصف ملفه بسهولة جدا تحملوه لان اقلو كتير ميزات جميلة وجربتها كتير اعجبتني صراحة وطبعا من هون تبترقب له هون اجرين فهذا الشي رح يهمنا طبعا انت على بتسر نفسك لاش عب بيركب كل هذا الاشي وعب سوي هذا الاشي لان انا عندي ايش في تلكتورات رح عبيق كل اشي عندي يعني رح نسوي بناء للارض بشكل كامل بمعدات جديدة في كل شي لانه ما يمحاجر انها والله اتجمع مصاري ووجع راسي بتجميله المصاري وهالشغلات هي الي نحن متعوضين عليها فلذلك رح نجهز معدات كل شي جديد تمام هلق نحن اشترينا كل المعدات الي نحن محتاجين نشتغل معها والله واربطنا باللون طيب المهم انتظر انظر ايضا مع السيارة انظر انظر انظروني انظروا على التلوين انظر انظر لكم افتاقي شيء مني من او احصولها من الحفوضها في الطريق هذا هو الفقر الشحنه الخاص من نصفها لانه كثير سريع بالحركة اصبحتا لكم اعطا بالفرق بين الشحنه احدوا كم سين الى حفوض المحفوض سبعة، ثماني، تسعة، عشرة، دعش، اتنعش إلقاء الثاني أنا صفيت علقت التريلر تمام؟ هل أشوف التركتور بس أنا هي مغدة طول بل هي بدي أحمل في قلبها هاي هاي نتركها بعدين نأخذها هلق رح أخذ هذا الأخضر يعلق هاي ويبدأ ويشتغل بلش حرث بالأرض وحصده ومتعرف هلق أول شي بنروح بنركب هاي من سبتها أو من بلش نشغلها بالأرض ونروح نشغلها بالأرض طبعا الأراضي تبعتي نفس المبلة الأساسية هي واحد واثنين هنالي ملكي فرح أشغلها وأجيب الحصادة كمان خلية تشتغل البذار خلية تبلش تبدور ورجيكم أشرح نبدور بالأساس ونستنى المحصول لحيطلع وبعدين نوضع غير معكينة ونبلش نشتغل فيه طبعا اللي يشوف هاي الهون هاي الهون موجودة هاي المنطقة هاي مزروعة فيها عنب هاي هون آآ زيتون طبعا أحفرجيكم أنه إن شاء الله مستقبل أحفرجيكم ماكينة لحصد الزيتون أحفرجيكم ماكينة لحصد العنب شي بومباستيك والله شي لا يعجبكم جد بس كمان لازمنا حيوانات بس هاي المنطقة ماينحط فيها حيوانات أيوان شرون نزبطها طيب منشوف منشوف شرون نزبطها هلا خلينا أول شي نبلش بالحراثة شا 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 والله لا نترك هتترك تولين عندي خليوني يحرسوا سيالله عادي تماما هلا نحن عبينا السيارات جهزنا طبعا نقدر ناخدها بسيارة الشحن بس ولاكا ما رح أخدها بسيارة الشحن بسيارة الشحن في شي ماكينة ثانية رح أخدها فيها لأنه سرعتها كتير بطيئة يعني بتموت بالبطء فجباري بدنا ناخد هاي هاي نمبر وان نمبر تو شي التاني رح أحكي لكم عليه اللي هو اللي ما هو مستخدم الجلوبال كومباني اللي بمرح تشتغل معك بشكل صحيح تماما وهون نظام المقاولة هو نفس نظام بناء المعامل نفسه تماما إنه معمل بيحتاج موارد تعطيها إياه فبيطال للك شغلات والشغلات هاي بتروح انت بتصرفها وبتبيحها كمعاما بس ولكن هني كنا نولي المعامل نشتغل فيها بطال لنا الشي نحتاجه بالمزرع أما هلا هون عم بطال لنا الشي مو نحتاجه بالمزرع الشي نستفيد منه بره سمت شنو يعني شون تعطيكم إياها يعني من طالع بحص الأول شي منه مثلا بنروح على الجبل ونقص حجر تمام؟ الحجر هذا بيرروح نهضه على منشارة منقصه بنسويه رفيق بعدين نهضه بنحطه بمكان نبيعه بعدين نحطه بمكان بيستفيده منه أو على المينة ورد مكاما مثلا بيطلع منه كسارات فهي الكسارات مثل الحجر فأنا أخذها ونبيعها نطحنها نسويها بحص بعدين مثلا تستفيد منها بالبناء اذا بدك ما بدك تستفيد منها بالبناء تتخذ على المرحلة اللي بعدها اللي هي مثلا مرحلة الطحن أو المرحلة اللي يصير فيها تراب فهمت شنون التراب يستفيد منه مثلا للبناء هايك فهمتوا عليه هايك به المبدأ الآن بينما يخلص هذا المحراط شوي تشغل فأنا رح اشتري كم ارض لانه محتاجين كم ارض لانه هاي الارض ما تكفينا فعلي ذلك رح نشتري الرقم تلتعاش كويسة ورح نشتري الرقم ستة ورح نشتري سبعة اثمينة طبعا ليش كلها الكمية الاراضي انا اشتريتها لانه رح احتاج رح نحتاج لموارد كتير فاحسن الاشدر بنا انه نزرعها بالارض عمنا تمام طبعا في معامل كمان رح نبنعها رح نزرعها رح نسوي كتير اشياء تشوفوا هلا اش بدنا نزرع نحن هذا نزرع الكولون او الكانولا او الكانولا هو مثل المادة من انواع الزيوت طبعا هاي نوحدة من الانواع اللي نقدر نزرعها طبعا اذا قلبتوا بالمحاصيل الزراعية لنقدر نزرعها رح تلاقوا نزرع نوع هذا السجر لا رح نشوفوش نزرع نادر نزرع عنب تمام والعنب له فائدة فلذلك انا اخدت اراضي كتير فهلا بدي احطها اشغلها وطبعا انا غلطت اذا مشتريه محراس كبير هذا الصغير ما ينفع لاني ما رح ضيع واضي استنى انا والله بينما تحرص الارض فلذلك انا كتبدي ازرع هون كولون يلا خلاص خلي نزرع عنب شوفوا انتو شون رح ينزرع العنب في خلال رح يزرع العنب رح اروح اشتري طبعا ايه اللي صار اللي صار انه غلطنا في شريطها طلع المحصول مطالع ومحروق فلذلك لازم نحلثو حسمي الله ونام الوكيل يوم حسمي الله ونام الوكيل بعد ما رحنا جبنا الماكينات وجبنا المعدات وجبنا كل اشي الاخير طلعت الخربان ايه تماما تماما طيب هذا رح ناخده انشغله بالارض اللي اشتريناها تحت اللي رقمها 13 رح نروح ناخده على الارض رقم 13 وخير يشتغل في الارض رقم 13 بيين لما نحن هو نخلص شغلنا كل لياته فيكون هو خلص شغله تماما وبعدين منجيبه ونخليه يشتغل بالتسميد وما تسميد وهالشغلات هاي تماما نحتاج محصول جدا قوي او مهم بالمرحلة الأولى طيب خلينا ننطع لبرا ونضغر ايه خريطة ومعنا نشتغل ومعنا نشتغل طيب هلا رجعنا بانو شغلنا السيارات نرجعنا للسيارة الاساسية اللي هي هاي ايش بدنا نساوي فيها وليش تتريتها انت ايه او شو ميزاتها حتى راح اشرح لكم عليها اول شي ميزت الراس لحكاية لكم عليهم شوفوا شوفوا شنون تقدر بتقرب وترجع للتريلا على كيفك بس خلينا نفتجيكم هيها من هون شوف شنون هي تطلع وتنزل طبعا هوا من ورا شوف شنون كمان بتنزلها وتطلعها بس خلينا نشوف هاي تماما وهون في عندك خيار تاني ترفع الدولي بتنزلها وتماما هي كمان نفس الشي باننا فيها وهون في عندك خيار تاني بايش راح تفيدنا نحن راح نحتاج ل مع مقلعة كبير تماما هيا نصف هاي هون هيا نفصل بدنا نفصل الجزء الخلفي اللي هو هاي بس تماما نقرب نصف هون انتظري ونروح نشتري من الشوب اه منفتح هون من نجي هون راح ناخد واحد من المعدات فانا شفت واحد اعجباني اعجباني صراحة طبعا المعدات الثقيلة يلي هي بتجي مع هذا المود في مود تاني بتجيبه بتركبه معها بس ولكن هذاك المود ما عم يتركب معي في مشكلة ما ما برفش المشكلة المهمة اشتغلت الماكينات فالذلك راح استخدم الشغلات الموجودة بقلب اللابة اللي هي بالاساس اللي هي بتيجي مع اللابة اساسا فراح استخدم هذا التراكس يعني كان مفروضا استخدم شيء اكبر بس ما عم بيثبت مبار فريش اه وعم نشتغل كل الاراضي عم بتشتغل شغل تمام كويس زي ما يقولوا فلذلك انا راح فرجيكم شو راح نستفيد من هاي الموارد اللي عم تطلع عليها اللي هي من اولها مثلا نفرض اللي هو العنب اين انت ايو العنب اين عنب من العنب اللي هو هون اللي اسمو غريبس غريبس ايش بدو غريبس راح فرجيكم وشلون نعرف وشوين هون تيجي هون انت تكبس كونترول جي او متل ما ايكو شايفين هون ادامكو على الشاشة من تحت مكتوب كونترول يسار جي تكبس على هالزرين وبعدين بالروح هون تكبس على المعمل بتكبس لك هون بفرجيك ايش المواد اللي حتاجها واش راح يطالحها تمام فهون شفتوا ايش مطلوب مني مطلوب مني هذول لسه المواد هن المواد يعني عبر مراحل عرفتوا شنو فما تقدر تقول انه خلاص وصلنا هالمرحلة انطلعها تمام مثل هون مطلوب مع ووتر هون هاد المعمل اللي هو مختص بزراعة الزيتون هو هون معمل زراعة الزيتون فانت لازم تحط له وتحط له ويتر بيطلع معك زيت تمام فهذا راح نفرجيكو ميام مستقبلا ان شاء الله هون ماكينة ما فهمت اش شغلتها بتعطيها موزط بتعطيها موزط طلق موزط اش الفرق ما فهمت يعني بتعطيها ديزل طلق ديزل اش الفرق ما فهمت من هاي الفكرة هاي الماكينة بتحطيها كلون بتطلق ديزل تمام الكلون راح نزرعه ليش راح نحتاج الديزل لانه في له شغلة تانية مو بس للديزل يعني نستخدمه في عنا هاي المادة راح نستخرجها نحن من ضمن الموارد ونحن نحتاج لمي ولو ديزل فالذلك اشتغلت الشحنة الكبيرة مش هنعبي هذا الموضوع وحق الديزل كتير غالي فعلى ذلك راح نزرع هذا الكلون نحطه بالماكينة طلعنا الديزل تابعه نحطه بالشحنة ونحطه ونوضعه على المعامل اللي نحن نحتاج عليها ونشتغل عليها بالترتيب تمام هون هون راح تطالع ذهب هون مطلوب من احط ديرت هلها ديرت فارجيكم ايه شو ننسويها بعدين وووتر بطلال الذهب والتايتنغ والتايتنغ تلكون قبل شوي نحن نستخدمه في شي داني ها بعدين هون هادا هو الكريبس الكريبس العنب مع الووتر تمام بيطلع معيها المنتجين هاد هادا هو الكريبس الكريبس عند الاضرقم اربعة فهلا قواش راح اعبيلها مي اوديلها اياه وبعدين نستنى العنب بس طلع نوضي الاناني تمام فلالا راح مبلش نسوي المرحلة الاولى واللي هي نعبيل المي التريلة المي وين التريلة المي وين التريلة المي طبعا في هذه الماب فيها شغلة تقدر تركب حنافيات وين ما بدك مثل ما انا قبل سابقا بس وليك لازم تتملك على اراضي وانا اتكشفت انه فيه كتير معامل ان حيما نتملك عليها فما نقدر نشتغل على هذا الاشي فلذلك راح نعمل شيء ثاني فيه شايفين هذا الخزان موجود بالنص هذا خزان مي فتقدر انت تستفيد منه وتعبي منه مي لا شو راح دخل على عبادي اذا ما المدخل ما اضيقه عجب تخلص شوفوا الوسقى رب منها فهو راح يعطيني ان اعبي مي يب اعبي مي نروح الارض رقم اربعة يا رب شوفوا حتى غرفة السيارة من جوة المارسيدس شيفا خامعة يعني شي ناهي فوق الوافي جد انا استغرابت جدا شون هيك المبدعين بتصميم السيارة كل جابينا من المحاكي الشاحنات حطينا هون حتى حطينا طاقية مهندس طبعا هون في مهم انصر جدا جدا مهمه هو القطار لازم تستخدمه بشكل جدًا كبير في اماكن انه انت ما تحتاج تجدو عليها تحطها بالقطار هي بتوضيلك يسعها للا مكان البيع فهذا الاشي يجب نستفيد منه هون راح فورو نرجع شو نستفيد منه لان اساسه حطينا قطارين يعني نقدر نستفيد منهم كم سؤولين تمام وصلنا 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 تمام وصلنا هون طبعا هوي مكان التفريغ المي راح نشوف ونفرغ المي تقع جو الميضة مفرغها. فخلينا ندخل. وين ما يمعليم ننفرغ لكم? ايوه. ايوه هناك طرف. ايوه. طيب. اشنون ما نطلع عادة? شون نورجكم شو ما نفرغ المي? ها بصير مضرق بين بالسيارة. ها شايفين شنون اللقم عب يزيد? بلاش ننفرغ المي. بس نادرنا. هلا قدنا نروح نجيب العنب ونضعه بعد المعمل حتى نشغل اول معمل اللقم عنا. وبعدين نبلش المعمل الثاني والتالت والرابع. طبعا هو هون كما يروني على اليسار. بس نرجوكم هي هون. مثل ما يروني على اليسار عنا 17 معمل. فهلا نحن بلشنا باول معمل اللقم هاد. رقم اربعة. فعم نشتغل فيه. طبعا هو لنبلش برقم واحد. فرقم واحد انا لم تعلمته لان ما كانت فاضي لانه بالدموذات تاني ننزل عليه. فما نزلته. حقنا علي صراحة. لاني رقم واحد بيطالع. ايشو كان. الله نسيت. ايشي طالع نسيت. المهم. نيسى. وهلق اشترينا حصادة مشان نروح نشتغل فيها. رح نشتغل مشان ايشان زراعة العنب فيها. فهذا كله رح يكون لفيديو الجاي بس حظيا تحضير. بس فيديو الجاي ما رح خليكن تروح تشوفوني بس عم بحصودهم بس ويا الشغلات هاي. رح فرجي لكم شنون عم نودي للمعامل وبلش نحصد زراعة من اول جديد. كنتو علي فالذلك انا مركز على هالموضوع حال. بس هلون احنا عم نجهز الماكينات في الارض. بشان مجرد ما انه يطلع المحصود. المحصول مباشر نبلش في الحصاد. وبس بكون صنو هون لنهاية الفيديو شكرا للمشاهدة وشكرا لكم الفيديو الجاي ان شاء الله رح نكمل الخطة واللي هي رح نحصد حصول العنب ورح نوديه للمعامل ما شفت ودينا لما اول شي. فذلك انا ان شاء الله رح هذا الفيديو شوي طولته رح يكون شوي طويل وس ولكن الفيديوهات رح تنزل لكم مستقبلا رح يكون يعني اعمل كتير اشياء. وقسمي لكم اياه ونزدلكم اياه حتى ما شفتوني عم بحكي لو ما شفتوني عم بعمل اشي. فايشان نكون عندكم نعلم بهالموضوحات بس كون نوصلنا هناية الفيديو شكرا وصولكم نهاية ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.